لكن العكس ليس بالضرورة صحيح يعني شفنا أن student ينتمي للclass student والclass person لا نستطيع أن نقول person هو بالضرورة student إذن هنا مثال عندي اثنين متغيرات p و p ref ينتمي للclass person student st و student strf أنشأة student خزنته في st أنشأة person خزنته في p ثم قلت أن p ref يساوي st إذن p ref اللي هو ينتمي للclass person يساوي student يساوي st هذا صحيح لأن student إذن نفس المثال اللي شفناه سابقا لأن student هو أيضا person إذن هذا هنا خطأ لماذا؟ لأن p points to an object of the class person p هذا person ليس بالضرورة student لذلك لا يمكن أن نخزنه داخل student ليس بالضرورة student الآن هنا رأينا أن p ref يحتوي على student تمام؟ لكن الكمبيوتر يعتبر أن p ref هو ينتمي للperson بما أن المبرمج متأكد أن p ref يحتوي على student إذن يقول للكمبيوتر لا تقلق هذا p ref يحتوي على student سوينا casting ووضعنا بين قوسين كلمة student أمام p ref يصير الكمبيوتر يصدق المبرمج يعتبر أن p ref يحتوي على student لذلك صارت المعادلة هذه صحيحة الآن لو أردنا أن نعرف هالأبجيكت ينتمي لكلاس معينة أم لا نستعمل الكيوورد instance of example إذن عندي أبجيكت s أكتب s instance of student هذه العبارة سترجع لي إما true لو كان s ينتمي للكلاس student أو false لو كان s ينتمي لكلاس أخرى هنا مثال لشرح استعمال instance of أخذنا نفس الكود اللي كتبناه في السلايد السابق عندي p و p ref ينتميين للكلاس person عندي st و st ref ينتميين للكلاس student أنشأة object student أنشأة object person كتبت أن p ref يساوي st إذن هذا صحيح لماذا نوعيد لأن student هو person إذن يمكن أن نخزنه في person st ref يساوي student p ref هذا أيضا صحيح لأن p ref يحتوي على student إذن يمكن أن نخزنه هنا الآن كتبتنا هل st هو instance of student نعم تلاحظون st يساوي new student إذن صحيح p هل هو instance of student لا because p is a person هل st هو instance of person نعم نعم نفس الشيء لأن student هي subclass لالperson ثم هل p ref هو instance of student أين هو ال p ref p ref هنا بما أنه يساوي st يساوي student لذلك هذا صار صحيح هل ال p ref instance of person نعم نعم p ref وقع تعريفه من ال class person إذن صحيح ثم هل ال st ref هو instance of student st ref نعم st ref هو student عرفه هنا وأخيرا هل ال st ref هو instance of person نعم أيضا لأن أي student يعتبر أيضا person سوف تحسن نعم سوف تحسن لأن والم